فهي دي ولكن قبل ما نهي معك نعاوز أكلمك على حاجة جمهور النادي الأقلي مختلف على أفشا أفشا النهاردة كان أفضل لعب في المباراة أفشا النهاردة لمس الكرة لو نشوف إحصائياته طيبين لمس الكرة أكتر من 97 مرة نسبة تمريراته كانت تتعدى 90% عمل 5 فرص محققة أفشا في دور صناعة اللعب في النادي الأقلي لمس الكرة 97 مرة قصاد برونو سافيو اللي لمس الكرة في المباراة اللي فاتت 37 مرة فقط في دور صناعة اللعب أو اللعيب رقم 10 عمل عشر تمريرات طويلة من أصل 11 تمريرة واحدة بس خطأ عمل 68 تمريرة من أصل 77 بنسبة 88% صناعة الفرص الحقيقية 5 فرص وهنجيب بسرعة لقطات سريعة لأفشا أوريك الراجل ده كان بيعمليه النهاردة بسرعة جماعة يالك أفشا كريم كان ترمومتر النهاردة نادي الأهلي هو كان بيحلال العقد للنادي الأهلي النهاردة دي تمريرة طويلة من حسين الشحات وبيعملها بجودة عالية جدا 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 بعد طبعا هبوط مستوى عمر السلية بقاش موجود أفشا بيعملها بطريقة كويسة الكرة دي برضو بص يا كريم هنا بتزنق ما بيطلعش الكرة وخلاص ولكن بيقف ويقدر يطلع الكرة صح العالم على له ولكن بتتقطع الكرة تانية برضو احنا شايفين أفشا هنا في التلت الهجومي نفس الكلام هنا برضو هنشوف نبرونو سافيو بيلعب الكرة هيلعبها لديانج بص أفشا ملعبش الكرة وخلاص وبيطلع برضو بيطلع اللعب وبيفتح اللعب ليه محمد هاني نشوف برضو الكرة التانية اللي عاوز أقول لك عليها أنه هو كان بيصنع بص هنا يا كريم دي الكرة اللي عملها لشادي حسين رائعة وعاوز أقول لشادي حسين خد خطوة كمان يعني انت شادي حسين انت لو نشوف العادة بتاعتها وبص لعبها بمنتهى المهارة حتى قدام الجون انت عاوز ايه تاني خد خطوة كمان 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 نشوف الكرة اللي بعدها نشوف الكرة اللي بعدها الكرة اللي أحرز منها ضربة الجزاء اللي جات بالصدفة للنادي الأهلي لا دي برضو كور من الكورة عالية برضو الكورة اللي بعدها هنا يا كريم برضو كورة عالية متميز فيها جدا بيفتح اللي عب في زحمة في الناحية اللي مين بيلعب الكورة عطول في الناحية الشمال وآخر كرة تقريباً اللي هي كرة هنا ميتة كريم فؤاد تحرك بس كريم فؤاد كان هيستلم الكرة غلط ولكن هو اللي بيعمل هو اللي بيفتح كريم بيدرب التمريرات القطرية علشان يقطع الخط وبزي بيقولك أفشة كان من نجوم المباراة النهاردة ولكن النادي الأهلي سريعاً قبل ما أقفل معك اللعيبة لازم تراجع نفسها بشكل كبير جداً الناس جمهير النادي الأهلي زعلانة من الهبوط شوية في الروح